في محافظة أسيط قام أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالتنصيق مع مسؤول وحدة حياة كريمة بديوان المحافظة بمتبعة ورصد تطور الأوضاع لبعض المشروعات الجاري تنفيذها وذلك في إطار استمرار متبعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتم أعمال المبادرة تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاعات الصرف الصحي والتعليم والمجمعات الخدمية إضافة إلى شباب والرياضة حيث وصلت معدلات تنفيذ إلى مستويات متقدمة بعدد من القرى والنجوع